الملك لا يريد هنا في جنابات الحرم المكي حيث يفترض أن تكون مشاعر حجاج بيت الله الحرم في أسمى صورها في غرة شهر دي الحجة لكن ليس هذا حال الحجاج الليبيين من كبار السن أوضاع أقل ما يقال عنها كارثية يعيشها الحاجج الليبيون من كبار السن الذين وجدوا أنفسهم دون عائل يلب احتياجاتهم ويرعى شؤونهم المعاناة تنوعت بين حالات التشويش الدهني والكسور وغسيل الكلا وحالات الوفاة وصلت إلى ثلاثة أشخاص قبل حتى الشروع في أركان الحج الشقة ما ينذر بوقوع أسوأ من ذلك إن لم يتدارك الوضع حال كبار السن من الحجاج يلزم بعضا منهم البقاء داخل السكن الخاص بهم لتدهور حالتهم الصحية بحسب ما أفادت به مصادر من داخل بعضة الحج للنبأ لم يقف الحال عند هذا الحد فهيئة الأوقاف المكلفة بشؤون الحج لهذا العام لم تظهر أي تحرك فعال لاحتواء المشاكل وهي التي وضعت مشرفا واحدا على كل 48 حاجا ما يجعل أمر مراعاة الحجاج كلا على حدى مستحلا على من تقع المسؤولية سؤال لا تزال إجابته غامضة حتى الآن وتائهة بين الهيئة واللجنة الطبية ودوي الحجيج الذين سمحوا لهم بالذهب لكن الواقع يلزم جيهات الاختصاص بتدارك الوضع قبل أن تقابلها نتائج لا تحمد عقبها